وككل مرة حكاية إنسانة كتساوي مجموعة عن العبار والاستفادة من الأخطاء دولها يا إما نحذر بسنا منهم يا إما نتعلموا منهم أو لا إذا جاب الله تحتنا فيهم نعرفوا كيفاش نديروا معهم في حكاية الليلة غادي نتعلموا أنه لما كان زوجوا بواحد الشخص له خطأ فرا كان خرجوا على أسرة قداشنا هي ولكن الكارثة في الحكاية أنه الوالد الخطأ غايتسببه في مرض مزمن لإنسانة أول مرة غادي نذكروا عندي في القناة مرض لي ماشي سهل أنك تتعايش معه تقوم معي تسمحوا تفاصيل هاد الحكاية المؤلمة لمولاة القصة غادي تدخلني فوسط الحكاية ديلها بمعنى أنها غادي تصفت لي مجموعة من الصور كأدلة من اللي أنا والكلام اللي كانت تقول راح صحيح وماشي فيلم أو لاختراع سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي كانت معنا لكم تكونوا بخير والآخر أموركم هنية وأحوالكم طيبة اللي مؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد شكرا للتفاعل ديالكم مع الحكاية تعوي البرحة لأنه صاحبة الحكاية بعد مقرأة التعليق ديالكم قناعتوها فعلا باش أنها تخرج من ديك الخدمة اليوم قبل غدا ولي بسببكم غادي بتدلو لها المجرحية إن شاء الله الخير هذا شي باش نقول لكم بقى وتتفعلوا في التعليق لأنه شي حاجة بسيطة كتكسبوها كتقدرو تبتلو بها وكدو فيها الأجر في إنسان واحد آخر فاخرين ما تتعطلش عليكم أكثر قبل ما أدخلوا في حلقة الليلة تغطلت على هذه الإعجاب من فضلكم فضلا وليس أمرا خيرين ما تتعطلش عليكم ونقول لكم بسم الله يالله لنبدأ أنا إلهام وليدي قبل ما يتزوجوا عائلتهم ما كانوش وافقين على هذا الزواج لأنه ما كانوش من نفس المستوى الجماعي ولأنه الأب ديالي أنا ذاك كانت يشرب وتيكمي وتذلمون بيقاتس وذك شي كله الأم ديالي وعائلتها كانوا منوع لي حاسن شوي براسهم وميسورين أما عائلة الواليد كانوا بخيرهم ولكن كانوا علاقة للحال ولكن كنت بعثهم في كلامهم كانت قادي تعيش حسن المهم داروا لي فراسهم وتزوجوا من بعد سنة جيت أنا لهذه الحياة فهذا الوقت بابا غديت تبدل وأنا تنكبر وكانت يعاملني كأن أنا أصدقاء وكان أعزاز على بضياتنا لدرجة أنه كانوا كيسولوني وأنا عندي 4 سنين 5 سنين شكولي عزيز عليك كنت أقول لهم بابا فهذا الوقت بابا غدي يقلس من الخدمة لمدة عامين وماما هي اللي قد كتصرف علينا حيتش كانت خداما حتى غديت داد ختي الثانية وهنا ماما ضبرت البابا على خدمة واحدة أخرى اللي بها غديش ترقم زيان ولكن الحاجة اللي كانت خيبة فيه هي كان مع الصب حيت الشخص المدمن إذا قطع وسيلة الإدمان كيولي مع الصب وهذا شي اللي غدي يوقع معاه فاش كان كيت تعصب كانت يولي إنسان واحدة أخر وهو معمره مع عير ماما ولا ضربها كانوا كيت تخاسموا ولكن كلمة بينتهم الاحترام وكعيد لها غير بلالة فلانة ولكن فاش كنت في الأولى ابتدائي واحد نار غدي نجيب واحد النقطة لي هي خيبة وضربني غدي نبسني واحد الشرط لي هو مقطع ومشاشر لي صندلة ديال ميكا كبيرة علي وانا ذاك كنت أقرا في مدرسة لي هي خاصة غدي صفتني بديك اللبسة وخلاني كنمشي على رجلي وهو غدي بالموطور حدايا المهم هنا في مدكيبان وجهه الحقيقي المهم ما من قلت لكم دبرة لي على خدمة غدي دير طموبيلة ديالو والمستوه الاجتماعي ديالو غدي تبتل ودع الفلوس وانا ذاك كنت نقرأ الخامس والسادس بحلاكاك وهو بدأ كيخرج وكيتعرف على ابنة واحدة آخرين ولا من هنا لهنا رجع الفساد ديالو الأول فهد الوقت كان عندنا واحد كاييدو التكست ندفصر في تان قدره مكتبه التمارين جنة اللي كان خاصه هو يسنيه ليا حي داش ماما هي المخلية له هد المهمة والتي كان سنيه الراسي بالسينياتور ديالبابا لانه ما كانش يكون ديك ساعة في الويكند وانا تجيوصل نهار اثنين تمشي تنعطي لأستاذها واحد نهار فاش عقبية اعطان قتلى ديالعصة قطع ليها شعري بحل الولد واسبوع هو ما تيدويش معايا أجلي تنعود لكم غير باش نشرح لكم ولا نقربكم من طريقة ديالتربية ديالولية بعد المرات اذا متعلق ليا خرجي بلي المابار وجبت لي دافي تيلوحوا عليا خصوصا فاش كانت يحاول انه يحبس القر ويعود يرجع لي غدي نزيد كبير شوية غدي تتعرف على واحد السيدة في واحد الحانة ديال الخمر ودخل معا في علاقة اللي دامت مدة خمس سنين وهنا حطي تئب وهزي تئب ما بقاش كي كان ولف امو اعزكم الله خانز بالكلام القبيح لوقيته فاش خرج واحد نوع من تليفونات اللي كانوا تيبانوا فيه المساجات في الواجهة غدي القديك الخليلة ديالو كتصفت الكلام لي هو غير لائق غدي نوصل للتامنة وغدي جو عندي شري ثلاثة ديالبنات صحاباتي للدار وانا غدي نحط تليفون جاريكي تشارجه مع حاجة واحدة اخرى فاش بغيت نخرج وجيت نقلب جوبي مرقيتهم مش وقلت وقيلة راني حطي تشوف شي قنت في الدار حتى تتناش نرجع ونشوف بغيت نقول لا ما يمكنش صحاباتي زعمي يكونوا شفروني من بعد ما جاء الواليد ديالي وصق الأخبار وعرف باللي انا وكانوا عندي البنات غدي يقول يا ديني عندهم دابة ولا غدي نديك الكوميسارية وابابا راني معرفة شفين تيسكنوا غدي يديني الكوميسارية ودخلني عند الكوميسار وقال لي ها هي هادي راني اعطتها التليفون وكانت مشاركة مع بنات واحدة اخرين اللي هي عرفة هم وباعوه وهي غدي تكون خدت حقا ورغير كات كذب تخيلوا معايا لهالدرجة انني نشوفر التليفون اللي هو شاريه لي وانا ما زال باقة صغيرة قلت لي واحد البونيسيات ماء حشومة الدريارة باقة صغيرة غدي تخسر لها المستقبل ديالها وتوسخ لها الضوصة ديالها سيروا قلبوا على ذلك البنات واشوفوا شنو كاين مشينا قلبنا عليهم وما نقولش لكم العصال اللي كليت اذا كالنهار اول حاجة غدي نديرو مشينا نمدراسة وحدا الحالية العام غدي اعطني تصرفيقة حتى تحت الارض راس يتزعزع بلاستو وبزقت عزكم والله الدم وبقى كيسول عليهم في المدراسة حتى غدي عرف كل وحدا مشينا عنده واحد البنت وحطه موبيلته وبقى يزدع فيه بيديه ورجله يقدم الناس من بعد جاب ديك البنت وديك البنت غدي تجيب الطبقة الاخرى كلها وغدي رشعوا لي التليفون اللي أنا ذاك كانوا مازال ما بعيوش غدي نديرو السيمانة ديال تنخال وديال معيور ومحيد ليا فطوري كنت اكل خبز والزيت حلما اني كنت افطر بكرواصة الاعاصر والله لي كونفليكس المهم انا ذاك كانت الحالة المادية ديالنا مزينا بعد ما داست خمستاش اليوم صلحنا وما بقيش كنجمع مع دوك البنات وجمعت راسي الدورة التانية جبت في النقطة حسن من الدورة اللولى طلعت التاسعة وقترح علينا بابا اننا نتحوله من الدار هلاش حيث ما تلاش بغي يشوف ديك اختنا الخليلة دياله كان جداك تسكن قريبة لنا وكانت هيك تسكن عندها غادي نتحوله الوحد الدار وغادي تلقى بها صدفة من جديد وهو ترجع معها في علاقة بعد واحد النهار ونامت كيف الصالون كنت نحس بوحد الليد اللي كانت كتقرب مني وانا كانت تحرك بشوية حيثش كنت ديره راسي نحسا ولكن ما نحساش فهد الوقت غادي تحبسي ديك الليد اللي كانت بطبيعة الحال ديال الاب ديالي مبقيت بحال هكك حتى اللغد ليه الصباح ومشيت المدرسة مع عشر ديال الصباح صحابتيتي يقولوا لي راوك ببك حدا الباب غادي نمشي عنده غادي يقول لي يا راكيها بنتي عزيزة عليا وما تفكريش بشي حاجة خيبة انا ذاك تكون عندي 13 و 17 لسنة وعمرني ما قدرت لنقول لماما شي حاجة من هاتشي اللي وقعت دلت الأيام وغادي نتلقى واحد النهار بواحد الولد اللي غادي سنتعني بغيت نتزوج بيك بغيت نتزوج بيك راني بغيت المعقول عطني غير ندوي مع هباك عطيتوني مرتي وبقاس عنده مره مره كان دويو واحد الجمعة غادي يجي عندي بابا غادي يسولني واشكت عارف يدخونه وقتلي شنو كان الحقيقة ذاك خونه مش عند بابا وقال لي راني يبغي إلهم بنتك المعقول قال لي اللي رابقة صغيرة وما عنديش درية للزواج فبلص ما غادي يجي ويفهمني غادي عطني قتلها ديال اللعصة بالبزيمة ديال السمطة بقيت كنا كل العصة ملع شية حتى الليل مع التمية ديال الليل غادي يزلي حوي يجي ولا حهم لي وقال لي خرجي على بره أنا ما عنديش لبنات صدق لي الباب ومشيت حسل واحد الدرب بل يطلم وخفت ورجعت كان طلب وكان ضق غادي حل لي الباب وبدك يجرني من شعري وضربني برجليه في كرشي وتيبسق لي على وجهي عزاكم الله قال لي ما غاديش تبقي تنعسي في بيتك غاديت نعسي هنا في المراح وذاك المراح كان طويل وتي خوفني ما كان صدار كبيرة قلست فعلا تما ما عنديش باش نتغطى ولا علاش نحط الراصي خسيب الصغيرة بتخبيه غاديت مشي تجيب لي نغطى وطاحت نعس حتى غادي نفيق على النتفى دياله جرني ووقفني قدام المرايا وماما شاهد على هاتشي كله وما دار تواله غادي هزز الموس ودالو ليه في عنقي وقال ليه والله حتى ندبحك ونقطعك قولي ليه اشمو ما بينك وما بين ذاك خينا قلت ليه الحقيقة شنو كاين ولكن ما تيقنيش وغاديت شدك الموس وغاديبدا كي يقرد ليه في شعري اللي ما بغاش تقطع ليه خلاني تمام مشاجر بالمقص وقطع ليه كوب كارسون وحد تقطع لي كانت حالتا ماما وستهد شي كامل فينا هي وستهد شي جاية كدو ليه انتي بغا تخرجي على عائلتي وتشتتي ليه الشمل انتي هذي وهذي غادي نهز باليستي وغادي نخليك معاه ضبري الراس كبينتكم رضت لي كل شي وانا عندي 14 عام ما كنت عارفة حتى شمال معنى ديه للتصاحب غادي يقترحوا انهم يدوني عن طبيب بش يتأكدوا من العدرية ديالي وانا بطبيعة الحال كنت شريفة وعافيفة وما فاهم موالو وكنت جامعة راسي ذات ديك المرحلة اللي كلها اللي كنت كنت كنعس فيها في المراح وفاش ماما ما كتكونش أختي هو كي يديني البالكون كيربطني بوحد الكردة ديال حاولي وتيخرج وتيخليني واذا جاب الله هو ما كانش وكينا غير ماما واختي ما عنديش الحق أنا نمشي للصالون ولا ندخل المرحلة بلا ما يكون معايا شي حد او لا ندخل حتى الكوزينة كان بقى في بيتي النهار وما طال كنت تنقل السماء بلا ما كلا بلا والو والجوع اختي كانت كتخبي شي حاجة اذا جابها هو منذ زمقاء كتخبيها متحت الناموسية ديالها حتى كيمشي وكتعطيها ليا او لكتخليني كنتفرج وتبقى حاضية الباب غير كتسمع شي حد كتجي كتجري كتقول ليا دخلي البيت ذا سمودة غادي ترجع لأمور كتقاد وبدو كيرخفو عليا ورجعت لحياتي الطبيعية نوع علماء هذ الوقت كان الشرط من الشروط انه ما يكونش عندي صديقات واحد نهار قدام من دراسة كانت واحد البنت حدا ينقية ديالها الزيف ديالها ووقفة معايا حتى كنحس بوحد لي حتى تيديها عليا ضرت لقيته بابا سلام شلو كتدري وقفة هنا كانت سنال حيثة زيدي قدامي ولا غادي ندير لك اكبر شوها هنا شو غادي ندير زيدي قدامه ومشي نالدار وبدكي اعطني فلع صوتي يقول لي يا يقول لك ما توقفيش مع البنات وما تدريش هذي وهذي وهذي ونا ما دير اوالو علمان انني كنت كانت تعرض للسخرية في المدراسة كانوا يضحكوا عليا تلامد ويقولوا لي يا راكي معقدة وما الكديمة قلتها بوحدك وراكي مريضة كنت نطلب الله امسا تجي العطلة وفي نفس الوقت اذا جاءت هذه العطلة بابا سيبقى غير عاصر عليها وشد فيها واحد نهار قاني ديرها فيسبوك اعدي كييفة شجرة عليها من دار لمدة تزوج جال السيمانات ومشيت لدار جدا اللي غادي انجلس عندهم دارت تزوج السيمانات وما تلاش بغير رجعني تجا واحد راجل عمتي وهو اللي تلبو باش انا اللي نرجع فاش رجعت ولا على سبا اذا غير تسخرت وما جبتش تسخرس حيحة او لا غير خطأت في شي حاجة ولا ما سمعتوش كيش طبية الارض فوق من هاد شي خاص كل نهار فاش يجي من الخدمة ندير ليه مصاج لجليه والظهره عاد اذا جاء سكر وتحرش بيه بطريقة غير مباشرة وانا ما يمكنش نقولها الماما لانه ما ديش تيقني ببساطة غادي نتحول من المدرسة وبدأت شوية تخفيف عليا من جديد وتخليلي المساحة مع اصحابي في المدرسة حتى غادي قرر بالجهاوي وغادي جي عندنا وغادي يقول لنا اراني تزوجت بدل الموافقة دي الماما ماما متصدمتش لانه سنوات وهي هي عايشة في وسطها ديشي وكانت متوقع هات الامر واحد النهار حنا قلنا صافي غادي تزوج غادي هنينه وما غاديش يبقى غادي يجايل عندنا وغادي نرتاحه من الصداع والمشاكيل ماما غادي تمرض بالقواتر وفتحت عليهم في رمضان وما خلاناش مشو نشوفها في السبيطار قالينا تل من بعد الفطور وانديكم تشوفها واحد من الساعة وترجعه من بعد ما مشينا ماما بدأت كاتلون فينا عند بالها باللي أنا وحنا اللي ما بغيناش نجيو حتى شرحنا لها طلعت الباك مرته الثانية غادي تحمل وغادي تولد ليه والسيد غادي تتبت المية وثمانين درجة والله تحياته هي ذيك البنت الجديدة وبقاش كي سول فينا ولا حتى يجي لعندنا ولا حتى يعطينا شي حاجة نجحت في الباك وما تسوقش ليه قال ليش الله ما درتي نسراكين شحوه 17-18 من ناحية القرية هو أصلا كانت يقول ليه أنك عم مرقي ما غادي تفريه هو كانت يشت ضد مع الواليدة وهي كاتشت ضد معه وإحنا اللي كانوا كيبردوا فينا السم دي لهم خصوصا أنا الأكثر يلي كليت لعصا واحد النار تجرأ ليه بزز مني سوف ندير محاولات انتحار سوف نضربتي فرساق لي الخبار جلطر وغززني من شعري وحطني أحد البالكون وقال لي يا يلا انتحري مني هنا سوف يتموتي ديريكت ما كيلي عتقك واش بغا تدير لي غير الشوح في العائلة مش عند العائلة كلها تقول لي هم راولاتك تضربتي ديها وبغا تنتحر باش تنتاقم مني وشي كذوب وبوتان وقال ليهم بللي أنها قاعدت تخرقب وانا وقسم بالله ما عمرني مقصدك اللي عجب ولا حتى فكرت فيه بقى كان عقل فاش وصلت للفاق من بعد ما بقاش تيجني للدار غدا نعيط له اعطني باش نشري مسائل خاصة ديولي اللي ما فيتنش 15 درهم جا عندي تحت الدار حيث كانت ساكن حدانة واعطاني ربعاد ريال وقال لي يا سيري عند أمك تعطيك ما شبو حدي لي والدك اهي اللي والدكم اهي اللي تعطيكم قلت لي ورحت انتبانا قل لي أنا عندي المصاريف ديولي والمسئوليات ديالي هاد بابا الوطاب ديالي كله عمر بالنمري ديال لبنات ديال تناوية فاش كنت ومعروفة عليها الشوها تيخروض ما بين الناس وحصلوا معا واحد المساعدة في الخدمة ومنعنا على جدة اللي يمو أننا نشوفوها وتييقول لنا باللي أنا كدير سحر ومنعنا على خوتو وخلق العداوة ما بيننا وما بينهم وحنا ولا هما عمرنا ما درنا شي حاجة لبعضياتنا هو اللي تيخروض بلا ما نزيد تفاصيل أكثر كنظن بلي أنكم عرفتو وعندكم واحد نبضة واحد طليلة على حياتي والماضي ديالي كيفاش داز حيزاش هذه المرحلة الأولى من حياتي أما المرحلة الثانية والأخيرة هي فاش هدي نفكر بش أنه خصني ضروري يعني ما نخرج من هذه البلاد يعني ما نخرج من هذه البلاد يعني ما عنديش جزوج ديالاختيارات عندي حل واحد هو أنا ننهاجر مقص هكاك حتى غادي نتلقى بوحد السيد من جنسية وحدة أخرى ماشي عربي ولكن كان مسلم غير في وسائل التواصل غادي نحاود ليش نوقع لي وشاف الضرابي لي فيه ديال انتع نهار كنت بغت نتحر وشكيت عليه هو يقول لي غادي نتك معي البلادي لا را ما يمكنش أنا عندي غير عشرين عام والواليد ما غاديش يبغي قال لي يا الله نهار بونا وياك لا ما يمكنش ما نقدرش نديرها أنا نذاك كنت مساحبة مع عمر تبا غادي مشي نقولها لها هي مشت قالت هاني وهنا بقى سيمانة وتهدد فيها بالقتيلة إذا ما قلتش لي شنو مخبية وشنو كاين غادي ندير لك ونفعل لك ولا عرفتش نو ملخر قولي لدك السيد يجي نهار الفلاني فرحت وقلت الله وأخيرا جاء نهار الموعود وجدك الشاب ومعاش يدراري مغربة وهنا ما بغاش لواليد بديت كانت نطلب في بابا في الكوزينة غادي يرجع لعنده وقالي نتلقى ونهار الجمعة باش نتفقوا على صداق تلقى ونهار الجمعة وعطاه زوج ديال المليون لي ما خديت منها حتى شارية لها تالية قال لي غادي تقولين ممك شي حاجة بلي أنا نشديت هاد الفلوس غادي نحبس عليك هاد الشي كله قلت لي صافي وخا قال لي يقول لي يدير لك العرس على الأقل عشر ديال المليون أنا بغيت عرس مطرتق نبن به يقدم الناس قلت لي المفروض أنا والعرس كتديرو البنت لا احنا ما عندناش العرس كتديرو البنت وفي الشفب اللي أنا وعطاه زوج ديال المليون غادي يطمعه تحلولي العينين بلي سنجمع الوراق باش أنا نتزوجه سما في بلاده لأنا هو خصو يرجع في أقرب وقت وما عندوش الوقت وغادي يخصني أنا نطلع ونهار بط قلت هالبقال لي أريع عشرين مليون واللي يشري لي الدار وصيري على برة واش منيس كابابا رسيد ما غرقش في الفلوس رغير على قد الحال بقامها حتى رجع معاه لستة ديال المليون وعطاها ليه جوج للولا وربحة زيتهم لي من بعد أنا طلعت الوراق ديالي وجيت معاه لها البلاد اللي بعيدة بالغرق ديال السواح النهار اللي أكتشف بلي أنه كتب علي كتبا قداشنا هي جيت للعروبية وما جيتش للمدينة جيت البلاسة اللي ماشي هي اللي كنتم توقع وكتب علي على بزاف ديال الحويش بقناة مما ثلثيام تصيبنا لعقد ديالنا ما تفاهمناش ورينة كانت تصادعه بدك يضربني وكانتتغوته كل ما زوج تيقول لي غادي نرجعك لبلادك كل ما زوج تيقول لي أصلا ببكرها بيعك رخيصة شوفي ببك شنو ديرليك وش فاعل ليك وليس كانت تعيير به وقلت صافي ما بقناش مفاهمين وأنا ما راجعش للمغرب خاصتني ندير حل ما بغيتش نرجع للمغرب لأنا أبا كان كيتشفى فيه بللي أنه غادي نتوج به وغادي نخسر وغادي نضيع وغادي نرجع لي في حالي حيث أنا ذاك خليت قرائتي وكل شي وما كملتش سيد غادي قولي أنا غادي نمشي للمدينة واحدة أخرى نخدم فيها قلت ليراني قبلت على الخدمة في النوار وغادي نخدم فيها وحتا تمشي نتال ديك المدينة واتقاد أمور كونجي لعندك غادي نكسلت بللي أنا غادي نمشي لديك المدينة غير فغورماسيون لواحد شهر واللازوج ومن بعد غادي هاجر لبلاد واحدة أخر عنده فيها كونتران ساعة ثلاث سنين اللي فيها مرة في العملة يقدر يجي أنا فاش عرفت هادشي جاتني حالة هي السيري وهرس كل شي اللي قدامي ما عرفتش فين نمشي واش للمغرب فين ما بقاش عندنا أصلا دارت أمه ما أمامشت عند أمه وأختي عند بابا من بعد رحلات ومشت لندينة أحد أخرى باش تكمل قريتها يعني ما عنديش فين نرجع أصلا حيثش كل شي يمشي قلت أجي أنتفهم ما تخينا بالعقل أجي أنتفهم معاها على شك تبتيه ليا من الأول قل لي الحقيقة قل لي يا لش اللي كين بغيتي مرحبا ما بغيتي بقية في العربية بقيت تنفكر وقلت لي أنت غادي تمشي تلسنين أنا غادي نضيع الوقت خصوصا أنه وفاش كتزوجي هنا ممنوع أنك تخدمي إلا إذا كان عندك فيزا دي العمل أو لبيرمي دي العمل وهذه ماشي سهلة باش أنا كنت أخديها قلت عتي شنو غادي ندير إخالي نقرأ وغادي نبدأ في لصنص من أول وجديد وأنا ذاك اللغة الإنجليزية دي كانت عندي ضعيفة وكنت معرفة أولو في الدنيا وغنبقى في بلاد قداشنا هي بوحدة جمع ليا كل شي وليني كنت غادي نديرها وقال ربي كتب لي هاد شي باش أنا نجدد حياتي قلت إلهام كملي وما ترجعش لمغرب بيدك خاوين على الأقل هزا الديبلومات ديارك ذاك ش اللي درت أربع سنين اللولة اللي قريتها داست عليها صعبة بزاف وكنت تنمرض وكان يمشل السبيطار ببحدي وما كونش كان دوي اللغة دي لهم وإذا كان عندي مشكل تنحلو ببحدي سديت على راسي بالساف وجاني اكتئاب ولكن بقيت غادة حتى النهار غادي نتخرج وجيت هنا التالتة ما بين 60 طالب واحد الفرحة عمرني حسيتها في حياتي ولكن فرحتي ما كملتش لأنه كيف قلت لكم جاني اكتئاب وجاني معاه نفسام الشخصية اللي جاتني مع هالبغانوية بمعنى كانوا اللي كانت تخيلوا كان شوش حويج اللي ما كينينش عادي عندي فقط شي كله تنائي القط ندخط للسبيطار مدة باش أنا نحبس من الكريز اللي كي يجيوني بحشك لدير السراع كمده كانت ترعت كانت تغوط كانت تربيد دي نقدر نجرح راسي نقج راسي كانت ندير أي حاجة دبانا ست سنين ونهنا وما زال ما قداش نرجع المغرب لأنه اللي عشت وتمى باقي تيجيني في الأحلان ولكن فسطها دي شي كامل اربحت حاجة وحدة واللي هي قريتي وتعلمت بزاف دي الأمور في الحياة واللي تعلمت أنه فالشي يكونوا زوج والدين فرقين لا يصح أنه حتى الوليدات يتفرق على والديهم لأنهم تيحوشوا مضمرين أنا بالنسبة لراجلي تلت سنين وأنا كانت سنى فيه جاتل عليها وارجع في حاله مؤخراً سيزد عليها الحال ومشي عن الطبيب ديالي وقالت لها سيزد عليها الحال سيزد عليها شي دوايات بعد ذلك ومشيت لواحد السبطال عنده طبيب وحدة آخر اللي يعطاني شي دوايات وحدة آخرين اللي موافقونيش وجدتني فترة اللي سنفقد فيها الدكرة مؤخراً ديالي واللي بحال شي بيبي صغير ما بقيش كنعرف لا ندخل المرحض عزكم الله متانعرفش ناكل ولا ندوش ولا ندير حتى شي حاجة بالحياة وغير حالة فمي بحال شي واحد وكل شي مخدير من بعد أصبوع عي طول الطبيب ديالي وقال لهم باللي أنه طبيعي مع قوة الدوايات بقيت شوية بشوية حتى بديت كانت تفكر والليون فاش كتسمع قصي غادي ندوز أكفاس نهار في حياتي مع الصباح واحد البنت من هذه البلاد قيمة طلعون سوريا ما كتعرفني ما كان عرفها كانت سديزة من حدايا بقيت تعيير فيها وبقيت من خلاها وغادية شوية ما حسيت حتى تلحت عليا دفعتها عليا باش نحمي راسي ودخلنا في مشكل كبير بحيلة أنا اللي بغيت نضربها من سبعة ديال الصباح لدابة الربعة ديال العشية وانا بقى ما زال في البوليس انا بازالت نفكر شو منو ندير تسعين في المائة نفكر انني ندخل المغرب حياتش ما بقيتش خادة ست سنين ديال الغربة والعذاب لا يجع لباركة ما زال بقى عندي شك ما عرفتش تلفت وخفت وطلع لي في راسي المحيط اللي أنا عايش فيه لانا وكيعتمد على الشكل ديالي غلاضيتي ضعفتي كحاليتي بياضيتي مجتمع جد جد سام وماشي سهل انك تتأقلمي معاه حكاية ديالي اللي عاوت لكم اليوم باش تستفدوا شي زواج مني ولمكانش ميسر ما كيللاش انكم تدخلوا فيه وشي والدين لما كانوش قادين انهم يربيوا ولادهم ويمشوا معهم بحسن نية ويفضلوهم على نفسهم ما كيللاش انهم يجبهم لدني باش يعدبوهم اهذه الحكاية اللي عاوت لكم كلها حيث عندي لكم طلب وحيد عافكم العر العر لمدعوا معايا يشافيني الله من هذه الامراض لانني كل مرة كانت تعدب زاف وما عارفش ما يقدر يوقع اليوم ولا حتى غضاء لانو المرض ديالي خاطر على راسي وخاطر حتى على الليضة يربية هذي هي كانت حكايتي وهذه هي كانت حكايتي الهامي يا سيدة يا كرام اللي عنده صحة يحمد الله يشكروا عليها اللي عنده شي والدين مالين فيه حمد الله يشكرهم عليهم كل القصة بحلاد النوع كل مرة كتأكدلين بلي انه قبل ما نتوجه حنا الشباب كانت تفرجوا دبافة القصص كانت سمعوا لهم قبل ما نتوجه نختاره زوج يليق انه ياخد الاسم من تعالى الاب ونتوجه بإنسانة يليق انها تلقب بالأم لانه حشوما حشوما وعيب وعار اننا نجيبوا لدات لهذا الدنيا ونعدبوهم بحلاد العذاب ونضمروهم ونخلقو فيهم أمراض نفسية بحلاكة اعلاش إذا كنتين تعم مريضة ولكن كنتين تعم مريضة سيروا دوي من نفسكم ما تولدوش قاع ولكن ما تجيبوش ما تجيبوش وليدات بحلاكة تعدبو فيهم لأي سبب ما تكونوش كبدات تحسوا بيها أنا ما فهمش أنا صراحة تمتين عياما فهم ولكن ما تنفهمش هاد الأباء كيفاش يفكروا كيفاش يحسوا وإذا شفتوا أنه معظم حكاية اللي سنحكي أنه دائما الأخطاء كاتجي من الأباء اللي كينجو لها أطفال أو لولدات اللي تكونوا بحلاكة ما زال في حكاية اليوم أنا كان صراحة كان ستنتج أنه أقصى تساوي نسع زوجين هي هي الحكاية دي الإلهام دياليوم لأنه سنانس يخرجوا بعقد نفسية إلى مآخره ولكن باش تخرجوا بنفسام الشخصية وتخرجوا بتنائي القطب وتخرجوا بالبغانويا الأشياء اللي هي بزاف هذه كانت حكايتنا الليلة كانتمنى أنكم تعاونوا إلهام في القرار ديال اللي تقدر تاخد في حياتها غادي تقرأ تعليق جيركم وكيف بتلتوا الحياة نتاع الصاحبات حكايتنا ديال والبارح ونتاع بزاف من قبل بتلوا حياة إلهام بتعليق اللي قدر يعرفها شمن طرق نشد هذه كانت حكايتنا اليوم تنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم والأهم من هذا أنكم استفتوا منها دمتم في رعاية الله وحفظه سلام سلام